ترجمة نانسي قنقر امتلأ بها مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بأبطال الصفوف الأمامية والكثير من قصص الإلهام والتضحية بدأت عملية تعقيم المركز اللازمة لضمان سلامة ومأمونية استخدامه وفق البروتوكولات والمعايير المعتمدة تأزامنا مع إعلان الوزارة عن نقل المركز الطبي الذي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثنوية للحالات القائمة والخضاعة للعزل المنزلي إلى مستشفى البحرين الدولي كما أعلنت عن نقل التطعيمات من قاعة مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات إلى مجمع ستر التجاري وذلك بما يتماشى مع مستجدات مسارات التصدي للفيروس طبعا مراحل التعقيم راح تستمر فترة زمنية خمسة أيام بين تنظيف وتعقيم ومرة ثانية تستمر العملية ورجوع الجماهير وهي مضطمنة وآمنة إلى هالمكان فإعادة تأهيله تحتاج إلى خطوات مدروسة بحيث أن نضمن عند عودة الجماهير إلى هالمكان تكون آمنة طبعا لدينا عدة جهات تركز على أمور التعقيم وأهمها الدفاع المدني اللي يعقم مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بشكل يومي وأيضا كذلك المنظفين المؤهلين اللي يستخدمون أدوات تنظيف وتعقيم معتمدة لدى وزارة الصحة ووكالة حماية البيئة وما ننسى بعد أيضا قسم صحة البيئة وإدارة الصحة العامة ومكافحة الحشرات والقوارض كذلك نحتاجهم بين فترة وفترة للتعقيم فإحنا بغينا نطمن الجمهور والمجتمع البحريني بأكمله إن مركز البحرين الدولي للمعارض في أعلى مستوى من الأمان الوزارة أكدت استمرار خدمات التطعيم في جميع المراكز الصحية وبشكل يومي وفي مجمع سطر تجاري لتحقيق الأهداف المنشودة للحملة الوطنية للتطعيم وتحقيق المناعة المجتمعية وأعلى معايير الأمن الصحي في مملكة البحرين مملكة البحرين ماضية في التطوير بحسب مستجدات الفيروس في المملكة ومتابعة البروتوكولات التطعيمية ضمن الحملة الوطنية للتطعيم بحسب البروتوكولات العالمية المعتمدة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين من خلال توفير الخدمات الصحية المتكاملة التي مكنت المملكة من الوصول إلى هذا المستوى بالتصدي للجائحة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين